بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازمنا مع اسرار تربية النحل في هاد اليوم ان شاء الله غدين نراقب هاد صندق ديال النحل نراقب الصندق الاول صندق الاول كنا درنا له تقصيم هادي هادي الملكة الجديدة اللي غادي يكون فيها الملكة الجديدة غادي نفحصوه نشوفو اذا ضروري من دخان لا بد من تدخين قبلها تعامل مع النحل ان هذا البرواز الاول لما يصل اليه النحل البرواز الثاني كذلك البرواز الثاني كذلك فحصنا اذا البرواز الاول اذا كونوا الملكات اذا هناك ملكات في البرواز الاول اذنى واحدة لان هناك شخص اراد مني ان اعطيه يعني اكل ملكة النحل الجيل الرواية الجيل الرواية كين في ذاك البيت الملكي البيت الملكي ف لكي نعطيه شيئا اصليا نعطيه البيت الملكي بما فيه الملكة نزيل الملكة ويأخذ يأخذ البيت الملكي ويسف ما فيه من انتلك المادة التي نسميها بأكل ملكة النحل او الجيل الرواية البرواز الثاني كذلك فيه ملكات لان سبق عند التقسيم اعطينا لهذا الصندوق الجديد برواز بروازين فيهم البيت اليوم ويومين البيت المتاع اليوم ويومين وثلاثين كيف نعرف البيت اليوم؟ البيت اليوم يكون في العين السوداسية كأنه نقطة بمعنى قضيب واقف على المساحة يعني الزاوية تسعين دوغري دوغري درجة والبيت يومين يكون الزاوية خمسة واربعين درجة ثلاثة ايام يكون يعني كقضيب يعني على الأرض وأربعة ايام فما فوق تكون على شكل دودة بالنسبة بالنسبة الأربعة من أربعية من الفوق المالكة لا يمكن أن يكون النحل منها مالكة إذا المالكة تكون من البيت اليوم تكون هي الأقوى تليها تليها البيت التعيومين وتليها كذلك البيت تعتلت أيام لكن تكون ضعيفة إذن تقريبا عند الفحص وجدنا عشرة قد كون النحل تقريبا عشر عشر بيوت مالكية هذا الفحص عاملناه بعد أسبوع بعد أسبوع من 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 تقسيم وعندما يعني يعني أعطينا الدواء اللي الحمد لله نحن نستعمله الدواء طبيعي بالأعشاب أعشاب الشيح الفليو الزعتر مرسيطة كذلك الزيت 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 ونخلط الجميع بعد أن ندق الزيت الآن سنعطي النحل نعطيه الأكل لكي لكي يبني هذه البراويز البراويز الشمع الشمع الأساس لكي نجيش النحل ويكتور ولكي تبيض الملكة ولكي يذهب النحل لي بحبوب اللقاح لابد من حبوب اللقاح لكي يربي النحل الحضانة ويطعم الحضانة لأن هناك الملكة تأكل طعام يفرزه النحل الصغير نسميه أكل ملكة النحل وهناك أكل النحل وهو خليط من الماء والعسل وحبوب اللقاح بالنسبة للذكور كذلك الماء خليط من الماء والعسل وحبوب اللقاح بالنسبة بالنسبة البيض الذي يخرج تليده الملكة ملقاح يعني تخرجه من الحوصلة التي يعني جمعت فيها الحيوانات المنوية التي تذكر فتخرج منه بيض ملقاح البيض الملقاح تخرج منه الشغالة والملكة أما البيض الغير ملقاح الذي لا يخرج من الحويصلة يعني يمر من الحويصلة المنوية فهذا البيض يخرج منه الدكار إذن لا بد من دخان إذن نضرب الدخان في السندقين هذا السندقين الكبيرين السندق الأول الذي فحصناه والذي يجلس عليه مساعدي هو لونجشترونج بالمقاييس لونجشترونج أما هذا الكبير فهو دادون يعني الإسمين منسوبين للناس الذين وضعوا المقاييس لأول مرة فإذن هذه السندقين لا ندري أين هي الملكة هل هي في هذا السندق الذي بدأناه أم في الآخر فنرى إن شاء الله تعالى إذن تخان لا بد من تخان لا يمكننا أن نفحص إذن البرواز الأول غالباً يكون عسل وحبوب اللقاح إذن عسل وحبوب اللقاح نحاول أن نرى الملكة لكننا غالباً لا نراها لأن النحل كثير لما تكون كثير لا تنقدش نشوف الملكة لأنها تغطيوها تخبعوها تحرصوها تحميها إذن أطيله في الفحص لأننا الحمد لله فوق السطح وهذا من البرنامج الجديد وهو برنامج تربية نحل فوق السطوح سطوح المنازل أو سطوح الإدارات الإدارات التي لها السطوح يعني غير مستغلة لهذا الموضوع لأن النحل إذا حافظنا عن النحل فنحافظ عن سلامة هذا الإنسان لأن إذن قرض النحل ينقرض الإنسان والنحل يبقح جميع النباتات المزهرة بالنسبة لإذن أحاول أن أرى الملكة إذن لا توجد غالباً هذا الصندوق فيه الأم لأننا لم نجد لم نجد بيوت الملكات لأن عندما نجد نرى بيوت الملكات نعرف أن هذه البنت وليست الأم إذن الدخان أي برواز نريد أن نرفعه إذا نريد أن نطلع البرواز فإذن أحاول أن أرى هل توجد الملكة إذن لا نستطيع لأن نحل كثير ولما يكون نحل كثير لا نستطيع أن نرى الملكة إذن أرجعه إلى مكانه نرد البلسو إذن لا بد أن نتخان إن النحل يهجم إذا لم ندخين عليه يهجم فتكون الخسارة في النحل يموت لأن إذا لسع يموت تخرج آلة اللسع ويقع تمزق في بطني النحلة وبالتالي تتموت ولهذا الدخان هو أمان لنا وللنحل وبالمناسبة هذا الدخان فيه يعني النباتات الزعتار الكاليبتوس ورق الكاليبتوس الشيح ففي حديدته الدخان هو علاج علاج للنحل زيادة على أن هذا المحلول السكري فيه كذلك الشيح والزعتر وفليو لكي لا يمرض النحل إننا في موسم الألبرد ونحن في أواخري شهري النصف الأخير من شهر الثاني فبراير من شهر فبراير إذن لقد فحصنا هذه الأم الأم في صندوق دادون إذن سنقفلوا عليه نقفلوا عليه لقد نسينا أن نرجع الدواء إلى النحل فالآن نرجعه هو عبارة عن ثلاث ملاعق ملعقتين أو ثلاث ملاعق من خليط الثوم والأعشاب وزيت الزيتون ونضعه فوق النحل لكي يطلق الرائحة ذلك الرائحة يعني تتقتل لفروة وكذلك تسخين رحم الملك لكي تليد البيض بكترا وبالمناسبة فكل سنة نقسم النحل لكي لا نضيع لأنه له غريزة الله تعالى أعطاه غريزة تقسيم مكان موسم الفيض فتحاول الملك القديم أن تخرج وتترك يعني المستعمرة إلى إلى الملكة الشابة الجديدة إذا هذا البرواز جديد لم يصله النحل لم يبنيه إذا البرواز الثاني برواز الثاني دعم فيه إذا اللحظوا معي كيف أن النحل يبني دائما يبدأ من الواسطة ولهذا بالنسبة لهذه المرحلة الشمع الأساس أضعه في الواسط في الواسط لأن في الواسط تليد الملكة وفي هذه الأيام أيام الشتاء فتكون النحل مزدحم لا يبنيه إلى الأطراف يبنيه فقط وهناك اقتصاد من ناحية الشمع ثم غالبا في الجوانب يليد الدخور فنفرض عليه في الواسط أن يبني العيون السوداسية لكي تكون شغالة ولكن نترك له الحرية في الجوانب لكي إذا أراد أن يكمل بالعيون السوداسية لشغالات الصغيرة أو عيون السوداسية كبيرة لكي يليد الدخور أو لأن حجم الدخور كبير أو يليد الملكات لأن الملكات حجمهم كبير كشكل على شكل عدم التمر عدم التمر وضع الملكات بعد أن أرجعت إلى الأطراف الأول ثاني إذن أرجعت إلى الأطراف الأول ثاني إذن إذن هناك بيوت الملكات إذن هذه هي البنت الأم هي التي فحصناها قبل وهذا الصندوق الثاني صندوق دادون ففيه الإبناء يعني الملكة الشفة الجديدة التي ستخرج وهناك عدد كبير يصل إلى عشرة أو أكثر ملكات وسنستفيد من هذه الملكات وسنرى إن شاء الله تعالى كيف سنستفيد منهم في التقسيم الذي سيغلي إذن دخان لكي أزيل البرواز الرابع البرواز الرابع إذن نرى كيف أنه بنى الوسط ويستمر في البناء من الجانبين وينزيل تحت شمع الأساس إذن يخرج يبني من الجانبين ومن التحت إذن هناك بيوت ملكات لكي النحل يختار الملكة القوية لأنها عندما تخرج الملكة الأولى تقتل الملكة الأخرى ولهذا إذا أردنا أن نستفيد من باقي الملكات نترك ملكتين قبل خروج الملكات ونقفصه يعني نسجون الملكات الأخرى يعني بصندوق تقفص لكي لا تقتلها الملكة الشابة التي خرجت الأولى أو يقتلها النحل إذن أرجع البرواز الشمع الأساس إذن لا بد من تغذية إذن وضعت الدواء دواء وفي توب ملعقتين أو ثلاث ملاعق من خالط التوم والأعشاب وزيت الزيتون هذا أحسن من المواد الكيموية البستون زيادة على أنه غالي الثمن أما التوم موجود الحمد لله في هذه الأيام توم جديد ومحلي نعم الصندوق الرابع إذن استعمال الدخان إذن استعمال الدخان هذا اليوم فهو معتدل الحرارة ونحن فوق السطح وهناك الغطاء فوق النحل فهو دافئ نسبيا دافئ ليس هناك رياح وليس هناك وهو آمين وتربية في السطح هي أحسن من تربية على الأرض لأن هناك آفات كثيرة هناك الضفاضع يأكلون وهناك الأفاعي وما نقال سليعثان وزرغميل هذو كلهم تيأكلون النحل ثم النمل النمل ولهذا قبل أن نضعه هنا فجير جيرنا سطح مزيان لأن النمل لا يحب أن يمر فوق الجير فدائما الجير رخيص فخمس دراهيم السطح كله بالجير فهي وقاية وقاية من طفيلية جميع أنواع الطفيلية يعني بالجير نزيلها ونقتلها إذن بعدما استعملنا الدخان التدخين أزلت البرواز الأول فهذا البرواز الأول هو من الشمع القديم ودائما أحاول أن أخرج الشمع القديم إلى الأطراف وأضع الشمع الأساس في الوسط لكي أجدد الشمع والملكة يعني تحب أن تبيض في شمع الأساس الجديد الذي مطه النحل يعني العيون السوداسية بنوا العيون السوداسية فيه إذن الملكة غير موجودة في هذا وآزلت تأتيلك العويجاجات لكي يبنيه النحل متوازن نعم إذن أعيد ترتيب البراوز هناك العلافة ولا الوكالة تنقلوا لها تكونوا في الجانب الأيمن بجانبها أبدأوا في ترتيب البراوز إذن هذا بالنسبة للسندق الرابع وتقريبا نفس المنهجية بالنسبة للسندق التي إذن إذن